يعود الجميع لاستكشاف كوكب البادية السورية أرض قاحلة مليئة بالتعقيدات الجغرافية والأفخاخ البشرية التي يخوضها مجهولون تحت راية تنظيم الدولة وفق استراتيجية تتجاوز الكمائن الكلاسيكية للاندفاع نحو كسر قاعدة لا مكان تحول كوكب البادية إلى ثقب أسود يبتلع كل الواردين إليه ومن ينجو يقرر عدم العودة تحت أي مسمى أو غطاء إلا أن القاعدة تكسر عندما تتوافق مجموعة القوى على الأرض للتعاون من جديد لسد هذه الفجوة وبحسب مصادر محلية فإن عناصر التنظيم نفذوا كمينا في بادية المسرب بريف دير الزور الغربي ما أدى إلى مقتل عناصر من مجموعة محلية موالية لقوات النظام وإصابة آخرين تدعى أسود الشرقية خلال قيامهم بعملية تمشيط في المنطقة ومع ازدياد هجمات التنظيم على قوات النظام تحولت البادية إلى مسرح اجتباكات تتخللها أحيانا غارات روسية دعما لقوات النظام وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته في الوقت ذاته تدفع قوات النظام والميليشيات الموالية لكل من إيران وروسيا بقوات جديدة إلى أتون لم تعرف الانطفاء بل كانت نارا تثير هجمات التنظيم الأخيرة وتوسعها انطلاقا من البادية والذي يحاول فرض نفسه كلاعب أساسي على الساحة السورية تثير تساؤلات كثيرة وسط تحذيرات أممية ودولية من أن التنظيم يستعيد نشاطه في سوريا انطلاقا من المنطقة التي تعد الثقب الأسود لقوات النظام فعن ماذا يبحث النظام وروسيا في رمال البادية وما أهداف التنظيم وتحركاته الأخيرة